وخاصة اوفية وعشيق الرياضة على موجات الاحياتة في فرح خلص خلص اكا واكا تشكيل اعطا باي باي حاضر حتى المخلوف يحاضر القديم لتك ماشي امريك لا وشاللا الاباس بون يوما بش نحكيه على كاس تونس لكورت القدم ووجهة الدورة السادس عشر لنسخة المرحوم اللي هادي شاكر الموسم 2023-2022 أكيد بعض المواجهات خاصة مباراة تتهم ممثل جيهة القيروين بعض بحاجلة في مواجهة غزل وفي نفس الإطار جيهة القيروين باش تكون ممثلة بملعب باش يحتظن المباراة ملعب حمد العواني باش يحتظن مباراة هلال الشابة والنذر ياذي لحمام الأنفي علاقة بالعقوبة المسلطة على هلال الشابة ثلاثة مقابلات في ملعب محايد ودون حضور الجمهور ان شاء الله نرجع بأكثر تفاصيل مواجهات الدورة 16 من كيس تونس لكورت القدم لكن هيت نبدأ ببرنامج مقابلات فرقنا التونسية في المسابقات الافريقية في الحقيقة نهاية الأسبوع باش يكون الموعد مع الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لمسابقة دورة أبطال افريقيا وكيس الكاف كما نعرف كورت القدم التونسية باش تكون ممثلة بزوز فرق في النسخة الحالية من المسابقات الافريقية للتراجي في تشامبيانز ليغ الافريقية والاتحاد المنسيلي في كيس الكاف بالنسبة لبرنامج مقابلات فريق بيبسويقة غدوة في دورة أبطال افريقيا في الملعب الأولمبي حمد العقربي بيرادس مباراة التراجي مع المريخ السوداني يزافر الحكم الإيفواري إبراهيم خاليلو تراوري وفي الجولة الافتتاحية من دورة المجموعات لمسابقة كيس الكاف كيف كيف نهر لحد الخمسة مطالعشية في نفس الملعب أولمبي رادس مباراة الاتحاد المنسيلي مع يانج أفريكانز التنزاني بإدارة الحكم البنيني جينجو لويس هذا بالنسبة للمقابلات نبدأ ب دورة أبطال افريقيا سي شكري أكيد ممثل كورت القدم التنسية التراجي الرياضي التنسي كما عودنا في المواسم الفارتة تواجدوا في دورة المجموعات في حد ذاته يعني ديما يعتبر وفيه لتقاليده على المستوى لعب دور هذية تراجي الرياضي التونسي وأكيد دور المجموعات تكثر فيه الحسابات وخاصة كل فريق يحاول باش يأمن أكثر عدد ممكن من النقاط لتفادي أي مفاجئات غير سارة خاصة في المقابلات اللي يلعبهم على أرضية ميدانو وبداية رحلة فريق بابسويقة في دور المجموعات باش تكون غضوة الخمسة مطالعشية في مواجهة فريق المريق السوداني أكيد تراجي الرياضي التونسي فريق متعود على المشاركات الأفريقية يعني معناها ما هوش الهدف متاعه هو باش يكون في دور المجموعات بتاع كأس ربيط الأبطال الأفريقية تراجي الرياضي التونسي من المؤهلين يعني للفوز بالكأس هذه مجموعة معناها مجموعة محترمة يعني فيها فريق بلوزداد شباب بلوزداد بلوزمالك المصري ومريخ السوداني وتراجي الرياضي التونسي الحظ كان مع تراجي التونسي أولى المقابلة تمتعهم مش التلعب في رادس يعني قدام جمهوره على أرضية ميدانه يعني انت لاي قد تكون معناها إيجابية لكن ما يمنعش يزم تراجي التونسي يأخذ المقابلة بمحمل الجد يأخذها معناها بكل يعني جدية ما نعرفه اليوم للمقابلة اللي مزاد كيفوات بين شباب بلوزداد وليفاجأ من الزمالك المصري في مصر على أرضية ميدان الزمالك المصري وفاز عليه هدف لسفر هذك عليش نقوله معناها الترجل التونسي يزم يحاذر من المفاجآت ضد فريق المريخ السوداني وباش نتلاقي متاعه تكون جيدة وباش يوصل المساج لكل المنتنفسين اليوم هو أهل ومراهن جدي للفوز بكأس ربيط الأبطال الأفريقية بالنسبة للقائمة الأفريقية لفريق بيب سويقها اللي كما قلت باش يستهلها غدوة موجات المريخ غدوة الخمسة مطار عشية في الجولة الأولى من دور المجموعات هاو نعطيكم القائمة الكاملة لفريق التلاجرية ذي التونسي باش تتكون من صدق الدبشي معز بن شريفية أمان الله مشيش حمزة الغان من محمد بن علي زيد المجموع مرأة الفادع محمد أمين بن حميدة عسام دكدوك أمان الله مجاهد محمد أمين توقاي هيني عميمو ياسين مريح بيلل شبار محمد علي العقوبي زين الدين سيسي وزينيكو لبالي معتز زدام غيث الوهابي محمد علي برمضان غيلان الشعليلي ملك المهري سابر بو جرين عزيز فلاح حمد الهوني فاروق الميموني عزيز عبيد زكريا العايب أنيس البدري محمد ريال الحمروني محمد أبو زريق شرارة رياض بن عياد محمد علي بن حمودة وزياد بن ريمة هذه القائمة الكاملة لتراجي رياضي التونسي بعض الأسماء اللي أكيد تقريبا برزة على مستوى المشاركة أمتاحها واستقرارها في التواجد في تشكيلة التراجي رياضي التونسي في الفترة الأخيرة مع بعض الأسماء شكري نعرفه أكيد المسابقة مزلت طويلة وكل فريق محتاج لرصيد بشري بحجم أنه فريق يلعب في دوري أبطال أفريقيا نعرفه الإصابات نعرفه العقوبات التراجي خالية من لاعبي الخبرة والأسماء اللي تقريبا تعودنا به في تشكيلة المدرب نبيل معلول وبعض اللاعبين الشبان سواء من صنف النخبة وإلا الملاعبية اللي مخذيه وش برشا نسق لعب المقابلات في الفترة الفارتة مع التراجي فريق التراجي ذي تونسي فريق مخذر يعني تقريب فيه خالية من لاعبين أصحاب الخبرة واللاعبين الشبان مدرب عنده معناها الخبرة الكافية والتجربة الكافية في كأس ربيط الأبطال الأفريقية لاعبين تقريب أحسن استعداد لهم للدخول يعني الجدي في المقابلات متاع كأس ربيط الأبطال الأفريقية هي تقريبا نسق متاع البطولة الوطنية وخاصة في آخر الجولات ثلاثة جولات أو الأربع جولات الأخيرة مقابلت النجم السياحلي مقابلت نادي السفاقسي مقابلت تقريب الأخيرة هذه متاعها ممسوسة تقريب أحسن استعداد معناها كان للفريق التراجي التونسية من حيث إيجاد نسق متاع المقابلات من حيث البحث على الإنسجام يعني بين عناصر كالكسوة جديدة أو العناصر القديمة بتاع تراجي التونسي هذاك علي أنا قلت تقريب نسق متاع المقابلات للبطولة خدم برشة فريق التراجي التونسي ومشي يحذره كما يلزم للدخول كما يلزم في دور المجموعات من كأسر الأبطار الأفريقية فريق التراجي التونسي معنا قريب أنا حس برايم زادت عنده مشكلة على مستوى حراسة المرمى يعني تقريب قبل في البطولة حتى التوى ثمانية أهداف وهو رقم مرتفعة ما عودناش به التراجي كي نقارنوه بفريق التحاد المونستيري اللي قبل في البطولة خمسة أهداف هذا تقريب بوثمانية أهداف أخطاء متحملوا مسؤوليتها تقريب أكثر من اشترهم حراسة المرمى ذلك علشي أنا نقول تراجي التونسي إذا كان يجتاز العائق متاع حراسة المرمى قادر معناها بشيرها كما يلزم على كأسر بيت الأبطال الأفريقية خاصة أنه محور الدفاع متاعه فيه ياسين مرياح وفيه معناها سسمه تقايم لعب الجزائري ظاهير الأيمن معناها قاعد يخو في خبر كما يلزم قاعد يشارك هو زادا عنده مشكلة مستوى هو بين مشموم وبين لعب شكروها رايد الفيل فيل كنت كان يلعب رايد رواء ظاهير اللي أيسر بين الدكدوك وبين بن حميدة خط قوة تراجي في وسط ميدان بتاعه بعودة شعلاني لأنه سق بتاع المقابلات وشوفناها حتى في مقابلته الأخيرة ضد حمام السوسة قد مردود طيب رغم معناها العودة معناها المتأخرة بعد الإصابة بتاعه شعلاني مع خريب عنده مجموعة من لاعبين في خطوسة المنعب بالرمضان شعلاني كوليبالي سسمه المغرب بوغرين وعنده مجموعة من لاعبين في خطوسة المنعب مع البدري في أحسن في الفورما بتاعه عودة الفورما لنيس البدري وحمد الهوني وحمد الهوني الإشكال زاد من تراجي تونسي على مستوى يعني رأس الحربة تقريب بن عياد ما سجلش برشا أهداف ما أقنعش تقريب في 14 مقابلة مسجل هدف واحد وهو مع قلب هجوم ممكن حتى فهمها جدال كبير برشا على مستوى التمركز متاع أحمد بن عياد كونه رياض بن عياد كونه نقطة قوتو كيجي من تالي معناها يبدأ معناها اللاعب يكون رأس حربة وهو تحت رأس الحربة معناها الجدال اللي ساير لو كان يتحط في المركز متاعه ممكن يكون أكثر فاعلية ويكون معناها ممكن يقدم إضافة خير تقريب هذه حوصلة لتشكيلها بتاعة رجل التونسي ما يمنعش كما قلتنا عنك اللاعبين الشبان اللي قاعد يشارك فيهم عزيز عبيد الساسم الوهابي غيث الوهابي تأخير بما فهم مجموعة من الشبان اللي قاعدين يقدموا في مردود به وقاعدين قادرين باش يفوك الأماكن متاحهم خاصة كي يلقوا لعبين كبار مع صحاب خبرة كمياسين مرياح قادرين باش يقتروهم ويحطوهم في النعناها في المجال متاحهم إن شاء الله الانتراق بتاع ترجل تونسي تكون جيدة قدام فريق معناه المريخ السوداني فريق المريخ السوداني اليوم في الندوة الصحفية متاعه في الندوة الصحفية متاعه معناها معج بيتوشي اللقطة اللي عملها فريق ترجل تونسي هو يقول ترجل تونسي أكبر من أنه يقول معناها ملعى برادس غير مؤهل احتضان حس التمرين بتاع نادي المريخ السوداني تقريبا حتى حس التمرين عملها في ملعب سكرة ماهوشي ومفروض هو القانون يقولك تعطيها حسة في الملعب رئيسي حسة النموذجية في الملعب رئيسي ممكن ضغط كبير برشا على ملعب رادس بما أنه عنده فيه مقابلات متاع الكاس سبت وحد سبت وحد ونهار 15 ونهار 16 ترجل ترجل ضغط كبير برشا على ملعب رادس ممكن ربي يرحمنا العمطار صحيح ممكن يؤثر على أرضية الميدان نعرفه أرضية العش بتولي ثقيلة شوية وربما بيعامل المقابلات يولي ضغط كبير عليها وتولي أمبرتي كابل بالنسبة للمقابلات القادمة يمكن القاوة سبب هما الفريق المريك السوداني أنه الملعب رادس يحتضن مقابلة رسمية وما مغي ماهوش بالإمكان بش يعطيهم حس التمارين فيها البكري بمتاع المريك السوداني فريق ترجل التونسي أكبر من مثل هذه معناها الادعاءات وهذه التصرفات أحنا عنا حق في حس التمارين المفروض يعطيونا في الملعب رئيسي وما نعرش القانون هنا شي يقول فيها ما يمنع شري هو أخذها حسها البارح أخذها حسها اليوم على ما أظن في ملعب سكرة قريب من مقر إقامة بتاعه فريق المريك السوداني أحنا اللي همنا في هذا هارت المقابلة ترجل التونسي يعني لازم يشرف كورة قدم التونسية ولازم معناها يتجنب كل مفاشئات الناجم يحدثها فريق المريك السوداني فريق محترم فريق معناها عنده تاريخه فريق معناها متواجد ديمة في دور المجموعات كأسر بطل أبطال الأفريقية ذاك علشان قوله فريق ترجل التونسي يجب يأخذ حذر ويأخذ مقابلة بكل جدية ويتعامل معها كأف مقابلة أنتام يعني بتاع دخول للمسابقة من الباب الكبير أكيد إن شاء الله بالتوفيق لممثل كورة القدم التونسية الوحيد في دور أبطال أفريقية الترجل يذي التونسي نعود نذكر بموعد المباراة غدوة الخمسة امتع العشية في الملعب الأولمبي حمادي العقربي بيرادس مباراة الترجل يذي التونسي اللي يستضيف المريخ السوداني واري إبراهيم خاليلو التراوري إن شاء الله بالتوفيق لفريق بيبسويقة من أجل حصد أولى نقاطه الثلاث في دور المجموعات من النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا متشامبيانز ليج نمشي والكيس الكاف وممثل كورة القدم التونسية في نفس الإطار ممثل وحيد وهو الاتحاد الرياضي المونسيلي اللي يستضيف يانك أفريكانز التنزاني انهار لحد الخمسة مطلع عشية بسفرة الحكم البنيني جين دو لويس الاتحاد المونسيلي المفاش السارة في المواسم الأخيرة رسيد بشري تقريبا محترم ومحترم جدا الاتحاد المونسيلي أقصى نهضة بركان في الدور التمهيدي الأخير وضمون تواجده في دور المجموعات لأول مرة في تاريخ فريق عسمة الريبات لكن أكيد يونج أفريكانز التنزاني منافس يفرض ذل احترام سي شكري خاصة في ذل التطور والنهضة الكبيرة اللي قاعدة تعيشها كورة القدم التنزانية من خلال زوز فرق الأكثر مشاركة في المسابقات الأفريقية اللي هما سيمبا التنزاني ويونج أفريكانز اللي بشيكون مواجه للاتحاد المونسيلي في مقابل نهار لحد إن شاء الله ما ننسيوش يونج أفريكانز معناها خرج النادي الأفريقي هذا هو يعني من معناها المسابقات الأفريقية يعني زاده هو يونج أفريكانز جاي تصفيات كأس ربيط الأبطال الأفريقية يعني مش هو من كأس الكاف كأس الكاف فريق محترم ومحترم جدا إطار فني تونس يشرف عليه مع نصر نابي نصر الدين نابي بشي قابل فريق تحاد المونستيري تحاد المونستيري فريق مستقر على مستوى يعني الفني قاعد يعمل في انتاج ممتازة قاعد معناها على مستوى معناها الدفاع متاعه ما عملش في برشة أخطاء حرسة نمر ما متاعه بشير بن سعيد قاعد يعدي في مقابلات كبيرة برشة واستقرار كبير برشة تقريبا 12 مقابلة الأخيرة بالنسبة لبشير بن سعيد 12 مقابلة الأخيرة بين بطولة وبين كأس أفريقيا يعني بين تصفية بتاع الكونفيدرية الأفريقية تسعة مقابلات ما تدخل الشباك وأهداف دون قبول أي هداف يعني فما نتاج أرقام معناها مختار ما قاعد يعمل فيها بشير بن سعيد ثم أنا النظام بتاع التنظيم الدفاعي بتاع تحاد المونستيري ممتاز شوفناه حتى في مقابلته يعني الزدبة نهة بركين المغربي في المغرب يعني ما عملش أخطاء كبيرة برشا وخرج معناها صاحب كأس السوبر الأفريقي اتحاد المونستيري يعني وجوده في دولة المجموعات ما هو شي مفاشقة وما هو شي من فراغ هذك عليش إن شاء الله يستغل وجوده في نقول على رضية ميدان يعني نقول قدام جمهوره إن شاء الله يستغل وجوده قدام جمهوره وجوده في تونس باش يعمل نتيجة إيجابية يدخل بها من باب الكبير لتصاصفية تمتع الكأس الكون في دولة الأفريقية نعرف أن الاتحاد المونستيري عنده مجموعة من لايبين الممتازين بعد بشير بن سعيد نلقاه عنده الصغراوي في محور الدفاع محمد الصغراوي مع أهل لجنة بين سيت عثمان وتراف في محور الدفاع معنى مزوز يشكل محور الدفاع ممتازين منتظمين في المشاركة ومع بعضهم بعشور على جهة الإسار إنترنسيونال أقل من 23 سنة عندهم قدام يوسف و أمرو يعني لاعب وسط ميدان منتراز عالي حسامة قاع قاعد يستجل في الأهداف قاعد يستجل في أهداف حاسمة حسامة قاع عنده سسم المحيرسي صاحب الخبرة الكبيرة برشا ثم عنده معناها قد هجوب ممتاز جدا فيه زيد العلوي فيه معناها اللاعبين يعني عدة اللاعبين فريق محترم فريق منتظم فريق فنيا يعني قاعد يقدم في مقابلات ممتازة إن شاء الله يعمل مقابلة بيهي قدام فريق ايونغ افريكنز بعد نهار لحد نهار لحد دا ويك خلي حضوضه كبيرة برشا بشي ترشح لدور النسف النهائي بيهي انت حكيت على بعض العناصر في الاتحاد المنسيري هاو نعطيكم القائمة الكاملة اللي بشي عاول عليها فريق عاسمة الريبات في النسخة الحالية من كيس الكاف واللي ضمت كل من البشير بن سعيد السيدق يدعى السريين بسبيس إيهاب خفشة صالح الحرابي باسم الدلي عثمان وترا يوسف أمرو أحمد الجفالي حسيم أتقاء بوبكر تراوري وائل بن عثمان علي دريدي عامر بالغيث عمر العمراني شرف الدين النصر عبد الكريم أمقران زيد العلوي عمر بوراوي هشيم بكار محمد دمين بوزيين إدريس لمحيرسي عبد القادر بوتيش اللاعب الجزيري جونيور مابينغا هيكل الشيخاوي محمد الصغراوي محمد بالعبد ويسيم المدفعي ومنظر الجسمي هذه قائمة كاملة للاتحاد المنسيري إن شاء الله في دور المجموعات من كيس الكاف فقط سيشكري باش ننهي وحديثنا على الاتحاد المنسيري تراش إنه ربما تنقلوا إلى ملعب رادس وعدم تأهيل ملعب مصفى بن جنيت بالمنسيري نجم يكون عائق أمام الاتحاد الرياضي المنسيري اللي عودنا بحضور جماهير ودعمها في كل مقابلات وخاصة في ملعب مصفى بن جنيت بالمنسير تقريبا الاتحاد المنسيري يلعب نهر لحد الخمسة امتع العشية في ملعب الأولمبي برادس حبينا ولا كرهنا مشكيمة المقابلات اللي يجريها فريق على أرضية ميدان وأمام جماهيره أكيد ربما قد يؤثر هذا العمل في مشوار الاتحاد المنسيري في دور المجموعات هو ملعب رادس طالع خير على الاتحاد المنسيري يعني كل ما تنقل الرادس يعني مقابلة ممتازة وآخر ممتح نقل له كان ضد النادي الافريقي وفي الزع النادي الافريقي في رادس ثلاثة أهداف مقابل هدف بلايس سيد حب نصلح اسم ظهير يسار هشام بكار أنا قلت هشام عشور ظهير أيصر هو آخر مقابل لعب فيه هو باسم الدلي اللي يسبقه لعب حتى في الشبيب الخير معاش يبيبه معنا جاء السلفة معنا في نتاق الإعارة في نتاق الإعارة جاء للشبيبه لكن نحكي عن ظهير الأيصر الظهير الأيصر هو هشام بكار هشام بكار ومنا نساويش اللاعب اللي عنده وزن كبير برشا في المستويس الملعب هو هيكل الشيخاوي جو كروه يعني ملعبي ممتاز جدا عنده سقيسار ميزانة برشا وإضافة كبيرة برشا الوسط الملعب متاع الملعب التونسي كما قلنا ملعب رادس الاتحاد المونستيري مش الملعب التونسي هو اللاعب السابق للملعب التونسي عقادي مضافة كبيرة برشا الاتحاد المونستيري قلنا معنا ملعب رادس ديما ملعب التحاد المونستيري كل ما يمشي الرادس يعدي مقابلات ممتازة جدا يعني فنيا ويحقق نتائج إيجابية تقريب آخر مقابلة لي كان ضد النادي الافريقي وفاز تقريب ثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك علشانا نقول كي تبدأ الفريق يبدأ مركز مليح ويبدأ ما يخد الانسجام متاعه وفما انطنت بين حناصر متاعه ويبدأ عنده تنظيم دفاعي ممتاز وعنده تنظيم موجومي ممتاز وعنده معناه إطار فني يحصل قراءة اللعب والتعامل مع المقابلة أكيد اه اتحاد المونستيري ذو ملكلهم يعني موجودين فيه وذلك علشانا نقول قادر باش يفوز على يونج الافريكان زيطين تنزانيا هدايا ويدخل من باب الكبير في دور المجموعات كأس كونفيدرية الافريقية شاله بالتوفيق للاتحاد رياضي المونستيري في مباراته لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات الكيس الكاف اللي كما قلنا باش الدور النهار لحد أثناش فيفري الخمسة مطار عشية في الملعب الأولمبي حمادي العقر بيراد سدونك ها نذكركم بالبرنامج الكامل اللي في رقنا التونسية في الجولة الأولى في دور المجموعات من المسابقات الافريقية في تشامبيونز الليك الافريقية غدوة الخمسة مطار عشية في رادس التراجي مع المريخ السوداني وفي نفس الإطار الجولة الأولى من دور المجموعات المسابقة كيس الكاف نهار لحد أثناش فيفري الخمسة مطار عشية في نفس الملعب أولمبي رادس لاتحاد المونستيري يستضيف يانج أفريكانز التنزاني إن شاء الله بالتوفيق لزوز ممثلي كورة القدم التونسية وسفراء الكورة التونسية من أجل الذهاب بعيدا في المسابقات الأفريقية ولما لا التتويج بالألقاب في النسخة الحالية السيد ما نزميش زي من النو هو زيد رون نبيل كوكي هو ريليو شرف على شباب بولوز دير يعني يعني اليوم تميز متع إطار فني تونسي ويفوز على الزمالك في مصر بالذات يعني بإطار فني تونسي أكيد إن شاء الله بالتوفيق لكل كفاءتنا التونسية في المهجر وينما كانوا في الدوريات المغرب العربي وإلا في الخليج العربي وإلا وين تواجدوا حقه وإلا نتائج الإيجابية بالنسبة للمدربين التوانسة هكا نسكروا قوس الكورة الأفريقية بعد شوية نرجعوا نحكيوا على الشأن المحلي مواجهات الدور السادس عشر من كاس تونس لكورة القدم نسخة المرحوم الهادي شاكر اللي بشتلعب نهاية الأسبوع أكثر تفاصيل في المقابلات وقراءة في أهم المواجهات بعد الموزيكا موصلة لمشوارنا في توب سبور حتى لثمانياء متعليل متبعدوش